بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي صباح الخير اليوم بالفقرة الطبية رح نتحدث عن التثدي عند الرجال يصابوا فيه بنسبة 30% اليوم معنا دكتورة نغم القرى غولي سعد صباحك دكتورة خصائية جراحة عامة وثدي ومنظار أهلا وسهلا موضوع التثدي عند الرجال أول عنوان أو أول شعور هو الإحراج ولكن طبيا هل هناك أسباب لبروز منطقة الثدي عند الرجال؟ طبعا بداية أنا اخترت هذا الموضوع لأنه كثير شباب بيكون عندهم أو يعني ناس كبار هلأ بنحكي مين بيكونوا مخبين الموضوع يعني أنا أذكر حتى فيها أحد الزملاء يعني لما عرف أنه أنا بعمل هاي العملية إجا صار أحكي لي أنا دائما بلبس مشدات وبخبي وبلبس تيشرتات واسعة وكذا لأن كثير الموضوع بديئني فهو بعمل إحراج فبيكون بتخبي الموضوع فلذلك أنا اخترت نحكي عنه لأنه ما في أي شي صاعد كل شيء له حل وكل شيء له علاج بداية هو تثدي الرجل بحب أفرقه عن موضوع التفدي الكاذب والتفدي الحقيقي تفدي الكاذب زي ما حكينا قبل الهوى أن السمنة لها علاقة ولا لا هلأ أغلب الحالات بيكون في تجمع دهن في المنطقة بيسموها غدة دهنية أول تفدي الكاذب وما بيكون فيه النسيج الغددي اللي هو بيعمل التفدي الحقيقي زي ما احنا شايفين كيف كلهم عم بيصبحوا مبسوطين ومش لبسين تيشرتات وهو بالنص لأنه في عنده تفدي فلابس انه تيشرت فهي أهم نقطة لهي الإحراج طيب موضوع مثلا لازم يكون بعاني من السمنة حتى يظهر التفدي ولا فيه أشخاص بيكون وزنهم طبيعي وممكن تظهر عندهم مضحة بالضبط هلأ هي السمنة زي ما حكينا بتعمل التفدي الكاذب أو ممكن يكون تفدي حقيقي لكن ممكن حدا نحيف عادي يصير عنده مشكلة تفدي الرجل وهدول بيكون أصعب حالتهم ليه لأنه ما بيقدر يخبي لما يكون واحد كله ناصح ما بيكون مبين بس هي هاي بتكون بارز المنطقة وبصير بروز بالنسيج الغددى اللي موجود عند الرجل الموضوع اللي بدي أحكي فيه انه هو ممكن يجي على الجهتين زي ما احنا شايفين بالصورة وممكن يجي هاي هي السمنة هلا حكيت يا عدها وممكن يجي يجي هواحدة بالضبط العامل المشترك بهاي الحالات كلاياتها انه بدي يكون فيه مشكلة بيهرمون الاستروجين والتستيرون لذلك اول مرحلة ممكن انه يعاني فيها الواحد من تفدي الرجل هي عند الولادة عند الولادة ممكن على طول تبين ليش هرمونات الام تفسها الاستروجين من الام ممكن يؤثر على الثدي عشان لك ممكن تلاقي مرات طفلة بس انولاد ينزل منها حليب بسمه وتش ملك يعني حليب الساحرة انه واحد بنوز انه كيف ان ينزل منها حليب هذا بكل من هرمونات الام ونفس الاشي الطفل الذكر كمان ممكن يكون عنده نتيجة هرمونات الام بهذه الشغلة طبعا تطيب كل رجل ممكن ينزل حليب ولا بس بروز منطقة لا صعب لانه التفكيبة تفدي الرجل ما فيها قنوات مثلا عند الولادة تختفي بعد فترة المفروض اه تختفي من اسبوعين لثلاث اسابيع البيكة الثانية او قمة تفدي الرجل اللي هي عند الشباب 12-13 سنة القمة هي بتكون وممكن تسعين بالمية يصير عندهم ستين لا تسعين بالمية يصير عندهم تفدي الرجل لكن هاي الحلو فيها انها بتروح اللي ها عند سن زي ما عادينا البيوبرتي او البلوغ بعدين اخر اشي العمر اللي هو الござبار بالعمر اللي هكبار بالعمر بتصير عندهم نتيجة اما سمنة أو خلل في الهرمونات هذه الأشياء التي أتحدث عنها بعيدة عن الأمراض أو بعيدة عن المسببات الواضحة لذلك ما دخلنا عن الأمراض الذي هو هذا النوع الثالث لكن زي ما حكينا العام المشترك هرموني تمام هلأ إذا بدنا نتحدث عن موضوع الأسباب نعم هيا طبعا هنا جهة واحدة أوف يعني ممكن يكون مزعج للمصاب جدا نعم هلأ اللي بدي أتحدث عنه الأسباب الأسباب ممكن نقسمها لأنه بداية أنه إذا حدث عنه أمراض أمراض زي شو نشاط الغد الدرقية هاي أول نوع ممكن فشل كلاوي ممكن مشاكل في الكبد والفشل بالكبد مشاكل بأنه يكون المريض عنده مشاكل نفسية ويأخذ بعض الأدوية النفسية مضادة للاكتئاب اللي هو تي سي اي سي اي تراي سيكليك أنتي دي برسنت وفي بعض الأدوية تخيلوا منها تبع حبوضة المعدة اللي هو السايميتاديين بعض أدوية الضغط كمان وطبعا عندهم إدمان على العقاق والمخدرات وهي الأشياء الهروين والمريوانة وهي الأقصاص كمان بتعمل نعم أين هو التوجه الصحيح لما نحس أنه في مشكلة وهل ممكن أنها مثلا نشوف فترة وتروح فمنطنش ولا هي أول ما تظهر رح تظلها موجودة بالضبط هذا السؤال كتير مهم لأنه بنلاقي كتير بالعيادات مليان بيكونوا جايبين أولادهم 12-13 سنة خايفين عليه إنه إيش عنده وإنه هاي حتروح ولا لا طبعا معظم الناس اللي بتيجي زي ما حكينا الأطفال بعد أسبوعين ثلاثة أسبوع الشباب 60-80% بروح بس تظبط هرموناته وتستقر بتختفي تماما نعم واللي كبار بالعمر بدنا ندور على سبب دائما هلا دائما مش أول ما يجيني شاب صغير 12-13 سنة بروح بدور على سبب نعم فبداية تمدي أتجاه بدي أتجاه على دكتور الجراحة العامة أو جراحة التجميل نعم وبدأهم يفحصوه يشوفوا العمر بالعادة اللي يعني اللي بيجي عمره 12-13 سنة بنقول له روح غيب سنة أو سنتين أوكي وتختفي آه يعني ممكن ما تكون مزمنة نعم طب ممكن يكون يتم فحص البرولكتين أو هرمونات الهرمونات بدينا نفحص الهرمونات كل شيء هلا في بعض الأحيان اللي هي بيسموها لكل قاعدة شواذ إنه إذا إجا عمره 13 سنة لكن كثير عنده تثدي رجل نعم وكثير مدايق وعنجد ما عم بقدر مثلا يداون بالمدرسة أو كذا ممكن ندأخل بهذه الحالة نعم زي ما حكينا ما تداخلات للعلاج العلاج دائما نعالج المسبب ندور إذا فيه أسباب وإذا ما فيه سبب زي ما حكينا نتركها إذا كانك بعمرة مرحلة عمرية معينة بعدين نبدأ بالإجراءات العلاج ممكن يكون بداية نتحفظي إذا مش كتير كبير مشدات زي ما حكيت لك الإشي الثاني فيه أدمية مشدات لا يعتبر علاج مؤقت هذا إنه بس فترة لحد إذا ما راح اختفى أوكي أدي بده حتى يروح ولا حسب الحال حسب العمر زي ما حكينا الاصغار سبعين ثلاثة والوسط هؤلاء بده سنة أو سنتين ممكن ما يروح هلأ في بعض الأدوية FDA أجد عليها موافقة لعلاج سرطان الثدي ولكن ليس لتثدي الرجل لكن ممكن أنه نستخدمها لاعلاج تثدي الرجل منها التاموكسفين اللي هم بيشتغلوا على مبدأ الأستروجين وفي بعض أدوية بدائل التستستيرون هؤلاء كلهم بحسنوا موضوع الهرمونات في حال أنه المريض ما بده يخضع لهاي الأدوية ممكن نعمل بس شفض ضهون لاتبسوكشن أما إذا كان عنده أنه نسيج غددي حقيقي يعني تثدي رجل حقيقي نعم بدنا نعمل له جراحة نستقصل هذا النسيج لأنه لأسف إذا راح على مكان الخطأ وتم استقصال أو شفضة ضهون وتركنا الغدة أكيد سيرجع يعني 100% راح يرجع بأي حالات أنت بتحكيله ما منعمل جراحة أستنى شوي وإنت لا أنت بتنصحب الجراحة إذا ما راح يعني بعد سنتين عند الشباب مراح أو إذا نفسياً مؤثر كتير عليه وطبعاً حسب الدرجة بنبلج زي ما حكينا إنه ممكن تكون بس شف دهون ممكن تكون شف دهون والاستقصال غدة طبعاً هو درجات في منه من واحد لأربعة حسب سايمينز غريدين وفي غريدينغ تاني لكن هذا أسهل واحد فأنا اخترته والجراحة زي ما احنا شايفين بهذا الفيديو اللطيف دي مدة إجراء العملية هل هي طويلة نخاف منها بسيطة كثير بسيطة بين 20 إلى 30 دقيقة آه وخلص تخدير بيكون كامل هلأ ممكن موضعي إذا ما كان فيه شفط للدهون لكن يفضل يكون كامل عشان أنه نأخذ رحتنا بين شفط وبين استقصال نعم السؤال الأخير فيه في ناس بيخافوا من التثدي وعلاقته بالسرطان وسرطان السدي فهل هناك علاقة هو لا يؤدي للسرطان لكن ضروري كل مريض يجي نفحص بالذات الكبار بالعمر النسيج الغدى إذا كان وراء الحلمة أو هالة الفدي بيكون على الأغلب تفدي رجل أما إذا سمح الله كانت الانتفاخ كان على الجم يعني على أطراف الفدي فيجب استبعاد موضوع سرطان الفدي لكن هو لا يؤدي للسرطان نعم لكن كيف نفر إذا سمنة أو تسدي يعني سمنة منطقة السدر ممكن تكون بالضبط نفحصها بالعيادة بيكون بالعادة بتحسي ديسك لايك ديسك لايك يعني زي الحلقة أو يعني بتحسي زي ديسك تحت إيديكي هاي الغدى هاي تفدي ممتاز كل شكر إليك دكتور شكرا إليك ألف عافية بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة